ماذا الحماية الاجتماعية ستشمل الفلاح الصغير حيث على أرض الواقع كين فلاحة كتار اللي ما قدروش على واجب الانخيرات ولكن هما تقولوا ما عندهم شي لامو لا أولا هذا الدعم المباشر كتعرفوا بإنه أول مرة يعني في تاريخ دي البلاد نا غادي نوصلوا لهذا الدعم بهذه الطريقة هذه هذه تنزيل واحد تنزيل لسليم الأوراش ديال جلالة الملك حفظه الله منذ انطلاقة ديال الانداش ديال التنمية البشرية وهذا واحدة مرحلة أخرى اللي كتنزلها الحكومة هذه عامين تلسنين كنا كنا نهضروه على كيفة شنوية معرفوه بالدولة الاجتماعية اليوم المواطنين كعرف شنوية الدولة الاجتماعية هذا كلي كتوصلوه بسمي الدرهم ولي كتوصلوها هذا كيعرف شنو هي طبعا من اللي كتنزل الورش بهذه الطريقة كيكون فيه بعض الإشكاليات فهذا وهذا الشي را كيتصلح اليوم را كاين خلات الحكومة في حلات الباب باش اللي عندوه شي إشكالية خصي يشكيه خصي يعرف يقدم يعني الطلاب المؤشير اللي مثلا طرح كاين اللي المؤشير اللي وحد الإشكالات المعطيات اللي كتستعملات ما كانش هذا خصوه اليوم يجيه وضح نفس العملية في العالم القراوي دبا الفلاحة را هادرنا عليهم قبيلة كاين اللي كان غير كاي سجلت يبغي يدي العلف يعني يقولك را عندي مئة رأس نعم وهذا الشي كيتسجل عليه من بعد هذة كمان معطيات اللي استعملاتهم يعني السينساس باش كت نعم باش عملات يعني التغطية الصحية اليوم كيرجع وكان عاودوا نصلحوا ذاك شي وكان حاولوا مع الإخوان ديال السينساس باش هذا شي تسرع منه اذا الفلاحة ولا الكسابة ولا الناس ديال القرى اللي ما خصوش يخلص را ما خصوش يخلص واللي ما عندوش ما خصوش يخلص ولكن اللي عندو الإمكانيات را خصو يساهم لان ما يمكنش هذ التوازن اللي كان في الصندوق ما يمكنش يكون بلا هذ التضامن وبلا هذ القائدة ولكن الإشكالات والحالات وهذا كثيرة غادي تشد شوي هذا الوقت ولكن اللي مهم هو خصونا نصلحوها نعم هذا هو اللي مهم نعم